اتحضي شباب مدينة مصراطة بأول ملعب لكورات الطلاء وهو الملعب الثاني في ليبيا بعد الملعب الذي افتتح العام الماضي في العاصمة طرابلس ويعتقد خبراء أن مثل هذه المبادرات مهمة جدا ومن شأنها اخراج الشباب من التوترات خاصة أن الأنشطة الترفيهية محدودة جدا بعد أن عانت كثيرا من جرائم التنظيم داعش الإرهابي وزلزل جدرانها صدت علاقات الرصاص والمدافع مدينة مصراطة ليبيا اليوم يطلق شبابها عيرة من نوع جديد وبسلاح ليس ناري يقتلون ما خلفها الإرهاب من ذكرى مؤلمة سكنت ربوع قلوبهم من هنا يطلق مسلحون نيرانهم على خصومهم وهم يتحصنون في خنادق أو وراء جدران تحت سمع وبصر عشرات الأشخاص في مدينة مصراطة ليبيا لكنها ليست معركة حقيقية أو صد هجوم إرهابي بل هي لعبة كرات الطلاء حيث احتشد عشرات الشبان في ملعب جديد للعبة بمدينة مصراطة لاختنام فرصة نادرة للترفيه عن أنفسهم وتنافست فرق تتألف كل منها من أربعة لاعبين في لعبة الاستيلاء على العالم في ملعب مساحته نصف ملعب كرة القدم تتناثر فيه عقبات يأوي إليها اللاعبون ويطلق اللاعبون المتنافسون الكرات على بعضهم تحت مراقبة حكم يأمر بإخراج من تصيبه إحدى الكرات ومصراطة مدينة ساحلية تجارية تقع على بعد نحو 190 كم شرقي طرابلس وهي واحدة من أكبر قواعد القوى العسكرية نادرا ما يجد الشبان في المدينة فرصة للترفيه وهذا ما جعلهم يندفعون للحجز في ملعب كرات الطلاء وهذا أول ملعب للكرات الطلاء في مصراطة والثاني في ليبيا بعد الملعب الذي افتتح العام الماضي في العاصمة طرابلس ترجمة نانسي قنقر